كما علق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على شائعات وجود تعويم جديد للجنيه المصري خلال الفترة المقبلة وأشار مدبولي إلى أن صندوق النقد الدولي ومؤسسات الاقتصاد العالمية أكدت في تقاريرها تطبيق مصر لنظام سعر صرف مرن قائلا إن الدولار من الممكن أن يرتفع وينخفض طبقا لمعطاية السوق السندوق نفسه ومؤسسة فتش لهم الناس اللي بيعودوا يمسكوا نقاس في كل تفاصيل الاقتصاد بيقولوا مصر نجحت في تطبيق نظام سعر صرف مرن وبالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة التعويم الدولار هيبقى بيطلع وبينزل طبقا لمعطيات السوق فبيطلع وبينزل مش بيطلع 40% زي ما حصل لما عملنا تعويم وارد أنه يطلع بنسب اللي هي العادية خالص وينزل تاني بالنسب دي دي تبقى لحركة السوق وده هيبقى هو الشكل اللي احنا شايفينه شكل صحي تماما تبقى للعرض والطلب فيما يخص العملة لأنه أهم شيء أن يفضل كل المواطن والقطاع الخاص والشركات والناس اللي برا شايفين أن الدولة لا تتدخل وبالتالي حيكون هناك ثقة أن الأمور ماشية بصورة جيدة هذا هو ما يتم تنفيذه على الأرض أنا بس بأكد لحضراتكم هذا الموضوع عشان نبقى عارفين وبالتالي ما نقلقش لما نلاقي أن الدولار كان بـ 48 وبقى بـ 49 وبعد كده رجع تاني نزل خلاص هو هيبقى بهذا الشكل احنا مش هنتدخل في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر